كما المؤتمر الرابع والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة الذي يعقده بيت الزكاة الكويتي في الأردن بعد مناقشة جدول واسع من القضايا المتعلقة بالزكاة في ظل ظروف متداخلة في العالم الإسلامي اليوم ورعى وزير الأوقاف الأردني الدكتور وائل عربيات المؤتمر بحضور ومشاركة وتنظيم الدكتور إبراهيم أحمد الصالح مدير عام بيت الزكاة الكويتي حيث أكد المؤتمر على ضرورة تطوير الآلية الفقهية الجديدة لمصارف الزكاة وإيجاد نظرة جديدة للزكاة تخدم المجتمع وتساعد الدول على حل مشكلة الفقر تم بحمد الله تداول الموضوعات التي طرحت ودرست من قبل العلماء الأفاضل والأساتذة الأجلاء الشكر موصول لهم ولحكومة الكويت ولشعب الكويت ولأمير دولة الكويت وهذه الندوات التي قلنا أن آخرها هذه الندوة الرابعة والعشرين تناولت بعض الموضوعات المهمة الملحة المستجدة ويعكس عقد المؤتمر في عمان حرص بيت الزكاة الكويتي منذ إنشائه عام 1982 على تنظيم مثل هذه الندوات التي تجمع كوكبة من علماء الأمة وأشار علماء عرب مسلمون إلى أن بيت الزكاة الكويتي دأب على خدمة قضايا الزكاة وعلى ما من شأنه بيان هذه الفريضة وما فيها من الحقوق التي أوجبها الله على عباده ومن هذه الجهود مؤتمرات قضايا الزكاة المعاصرة التي يعقدها بيت الزكاة الكويتي كل عام لمعالجة هذه القضايا قرئت اليوم النتائج والقرارات التي توصل إليها المجتمعون من أهل العلم وهذا مسلك وهذه خطى بالحقيقة خطى سديدة موفقة ختام غني بالعنوين والرؤى لقضايا تتعلق بفهم جوانب عديدة لفريضة الزكاة في ظل عالم متغير بمبادرة كويتية تعكس حرص الكويت على الارتقاء بالمفاهيم المشتركة للقضايا التي تمس ديننا الحنيف وحياتنا هاني البدري تلفزيون دولة الكويت عمان